ورد دخلت قطة الطفل دخلت القوضة قولها الطفل صغير قاعد شارد عسرية قاعد باين عليه الحزن وشه وملامح وشه ما تديشه انه طفل صغير تقول انه راجل من قطر ما شافه موم الحزن معاش بفارق وشه قاعدت قدامه عسرية اتكلمت بابتسامة وقالت ازاي انا اسمي ورد وانت اسمك يا جميل انا هكون المربية بتاعتك عايزك تعتبرني اختك وتضحك وتلعب معاي ايه رأيك فضل الطفل ساكل زي ما هو وكان على وشه الحزن وما بيتكلمش ولا حتى بصله فضل زي ما هو باصص للنقطة اللي قدامه للفراغ والحزن على وشه وحست ورد بيه وحست قدقين مخنوق وتكلمت وقالت انا عارفة انك زعلان علشان ماما ماتت وراحت عند ربنا وثباتك بس انا عايز اقولك ان هي قاعدت معاك انا بقى امامتي ماتت وهي بتولدني ما عادتش معاي عارفت ده ده حزنان لتاح هي لربتي وكمان انت مبسوط علشان والدك معاه والنينة بتاعتك بتحبه والكل حواليك بحبك اما انا فكنت مخدوعة بحب الناس لي بعد موت ابويا شفت زل من قريبي انت لازم تكون مبسوط وتحمد ربنا ان باباك لسه عايش وكمان ننت وكل اللي في البيت بحبوكو بعملوك كويس وعايزينك تكون مبسوط اما انا من ساعة ماما ماتت والدادة كمان مشيت بعد موت بابا وانا اهلي كانوا بعملوني وحش مرات عامي وابنها عايزك تفهم ان انت لازم تكون قوي ما تستسلمش الحزنك علشان مامتك تكون فوق شايفاك وفرحونة بيك الولد بصله كأنه عاوز يتكلم اتكلم وقال انا زعلان قاب علشان ماما مات بس كده كده ماما ما كانتش بتلعب معي ولا كانت بتضحك معي وعلا طول كانت بتضربني لما بغلق بس انا زعلان علشان من يوم ما ماتت وبابا بقى بعيد عني بابا ما بقاش عاوز يكلمني ولما بيكلمني بزعق علي ما بقاش بيحبيني زي الاول حست حسناك بنحزنه عالطفل الصغير ده وبالغز من والده يعني حتى لو هو حزين على امراضه لازم يعاوض ابنه عن حنان الام اللي فقده حتى لو مش كان موجود لازم يبقى معايا وهنا حاولي اتهدي الولد وقالت له ما تزعلش نفسه ولا تزعل من بابا المفروض انت تعذره وتعرف انه هو متضايق علشان خسر ماما وعلشان هو اكيد كان بحبه واكيد ما كانش عايزه تخسر ماما او تخسر حد من اللي بتحبه فعلشان كده ما تزعلش من بابا وحاول على قد ما انت تقدر قرب منه عسسه انك معايا ومش حسيبه مهما عمل تمام يا بطل بس انا دايما بخاف اقرب منه ده اول ما بيشوفني بتعصر حتى لما بيتكلم معايا ما عاشش بيتكلم زي زمان بحنية علشان كده انا دايما بخاف منه خلاص نسيب بابا على راحته ما نتكلمش معايا ولا نزوي الزعل واكيد هو لما يفوق من الزعل اللي هو فيه هيجي ويتكلم معايا تمام علشان كده بقى انا عايزاك تقوم تغسل كده واتجمان تقعد تزاكر حبه في القراصة اللي في ريحك دي عما انا نزل اجيب لك الاكل علشان بعد الاكل ألعب انا وانت كتير قوي ولا انت مش عاوز تلعب معايا الولد ابتسم ابتسمة هادف ودي كانت بقالها شهور ما ظهرتش على وشه وساعتها اتكلم وقال خلاص ماشي انا هزاكر زي ما انت ما قلت وكمان هنلعب بعد ما اكل وحاكل الاكل كله شطر حبيب الام انا كده هكون مبسوطة منه وكمان انا عايز اقوله ان انا كل ما انت تعمل اللي عليك كل ما هجيب لك هدية انت نفسك فيها يلا بقى حازل اجيب لك الاكل كان واقف على باب قضة ابت سامع الكلام كله كان عايز يدخل جزاق له او يقول لها انت مالك بس لما شاف ابتسامة ابنه اللي من شافها من شهو او شاف كلامه وخفه منه ما قررش انه هو يدخل علشان ما يخوفش ابنه اكتر وقرر انه هو يتكلم معها في وقت تاني وهو كريه عنده الكلام الكتير زي ما يقوله او كريه عنده صنف الستات كله بعد ما امرطه العقربه خانته وثابته ماشي بطنه بسرعة راح قضطه علشان ما يفقدش عصابة على البنت الجديدة علشان خاطر ابنه اما هي ورد نزل علشان تجاهز الغداء للولد طلبت من الخدمة اللي في المطبخ يجهزونه الغداء عم تروح تتكلم مع سوريا هان وراحت قعدت قدام سوريا هان وتكلمت وقالت بكل احترام شوف يا سوريا هان انا هتكلم معاك عن كل حاجة بصراحة بصراحة كان متخصصة اطفال الطفل ده نفسيته تعبانة جدا ومش تعبوا بس ظروف مام ومامته لأ انا شايف ان مامته قام اصره فيه بس مش قد تأثير بابا اللي بيعد عنه وبقى عصر وعلى طول بيزعق فيه وعلى طول مش همه مشاعر بصراحة الولد كل حزنه وكل انطواءه الفترة دي هو وبعد بابا عنه انا عارفة طبعا انه شي صعب انه يفق ادمراته وام ابنه وحبيبته بس برضه لازم يكون عنده شوية اهتمام بمشاعر ابنه لازم يحاول يعوضه الولد حزين جدا ونفسيته وحشة انا فين وفين علما اقنعته بس انه يذاكر او يابن علشان كده لو انتوا فعلا مهتميين بيه وعاوزينه يكون مبسوط لازم اقل حاجة تعملوها ان انتوا تحاولوا تخرجوه من مود الاكتئاب اللي هو فيه ده علشان كده انا بقولك لازم الولد يخرج من كل الاحزان اللي هو فيه لازم الولد يحس بالحب والاهتمام لازم يحس ان بابا عايزه لازم يحس ان بابا عاوز يراضي بأي طريقة انا هعمل اللي علي وانت كمان اللي عليك ان تتكلم بابا كانت قاعدة قدامها ام بطنة مبسوطة من كلامها مبسوطة قد اي ان هي بنت مفتاحة مبسوطة قد اي ان هي حرف التنصف واجع الولد وخلته يتكلم بعد شهور طويلة واتكلمت وقالت حاضر انا هحاول مع فهدي يا ورد علشان خاطر حازم بس انت يخلي بالك منه انا عارف انه حازم نفسيته تعباه علشان بابا تغير 180 درجة بس اللي مرة بيزع علشان كده حاضر هقدر اعمل كل اللي قدر عليه علشان يرجعه زي الاول بس انت يخلي بالك من حازم اكي من جير ما تقول حازم في عناي مشت ورد وفضل الصورية تفكر في كلام ورد وقالت باسرار وحازم للأمر كيفية لحد كده طعب في احصاب حازم حازم مالوشي داخل باللي هي عملته انت اللي من الاول اخترت غلط ابوك الله يرحمك نعيش وقالك لا وانا قلتلك لا وانت اللي قصريه واخترت غلط يبقى مالوشي دعوة حازم بكل ده حازم ابننا ومش هسمحلك يا فه انك تدمر علشان خاطر اختيارك الغلط انا لازم اتكلم معاه لازم ابو عندي فهم كان قاعد مدايق ومخنوق قاعد مدايق من اللي بيحصل معاه وهو بفكر في كلام ابنه وكمان كلام المربية الجديدة اللي مرضاش يتعرف عليها لان كلامه هيكون جاه قدام ابن دخل قطه اللي يعتبر قوضة كلها سواك لعندي السجادة لونها اسم كان قاعد بفكر في كل حاجة وهنا سما سطع خبطة على الباب استأذن اللي كان بخبط وسمح له بالدخول دخلت سوريا هين وقاعدت جنب ابنها وتكلمت وقالت ازاي كفا غريبة تطلع قطك بعد الصفر من غير ما تيجي تسلم علي او تدخل عن دبنك انا ما صدقتش الخدم غير لما قالوا لي انك طلعت القوضة طلعت لقيتك موجود في ايه مفيش يا ام جايت عبان من المشوار قرت حريح شوية وانزل وقت العشق اسلم عليك وعلى حاجة معلش انت عارفة ضغط الشغل لا يا فهد ده مش ضغط الشغل ده تهرب اول مرة اشوف فهدي ابني بيتهرب من حاجة بيتهرب انه يقعد مع امه بيتهرب انه يقعد مع ابنه بيتهرب انه يرجع لحياته السعادة من تاني مش عارفة ايه اللي غيرك كده انا عارفة اللي انت مريت بيه بس مش فهدي اللي يتهزم بالطريقة دي امتى هترجع لطبيعك امتى هترجع فهدي ابني اللي كنت عارفه امي اللي خليكي انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تمام لا مش تمام يا فهد انا مش حسكت المرات لا امتى هتفضل تحملني انا وابنك زم غلط انت ارتكبته من قول زم طريق انت مشيت فيه واعتردت الكل زم ابنك ايه مش دقن اختيارك انت اللي اخترت ووقفت في وش يا ابوك الله يرحمه ووقفت في وشينا ورغم كده احنا رحبنا علشانك رغم ان احنا مش كنا طيقينها بس انت اللي جبتها وقعدتها عندنا ورغم كده رحبنا بيها انت بقى اخترت وتحملت ناجية اختيارك ما تحملش عائل معاك عنده لسه اربع سنين او خمسة زم باختيارك ما تحملش معاك زم باختيارك امك اللي خلاص كل يوم بتقرب من الموت ومش هتعيش قد اللي عاشته ما تحملش زمبك وتعيش في حزنك وفي غضبك وتعيش الكل في زم بغلط انت اخدته اتعصب فهدي جدا من كلام والدته اتعصب لدرجة انه عروق باني وتكلم بغضب وقال يوه يا ام عايزة ايه قلتلك اقفلي عالتيرة دي كل ما تعودي معايا يتفكرين انا مش هاهدة ولا ارتاح يا امي غير لما اخد بطار واعرف هي فيه مش حسك انت عايزة مني ايه دلوقتي لا يا فهد مش حسكتلك زي ما سكدت زمان زمان سبتك تخطار وتعيش النيت نتيجة اختيار عايز قاعد مكسور وحزين ليأكل اللقمة بالعافية ما بيذكرش ما بيلعبش حاسه انه اجاله توحم من كتر منت بعيد وقاسة عليه وكمان دلوقتي عايز نتيجة اختيارك انك تدخل للسجن علشان نفط الكلبة لا يا فهد فوق انت لازم تطلقها غيابي وتنسى وترميها من حياتك وتعيش بقى لابنك وتستقر وتشوف بنت الحلالة اللي تقدر تسعدك بس المرة دي تختار تختار البنت فعلا اللي تكون نقية مش تختار بالشكل وبس فهد أم المكانه وهو متعط وتكلم بغضب وقال مش فهد اللي ينسي يا امي مش فهد اللي يسيب بطار مش فهد اللي شرف ويندسع علشان كده مهما قلت مش حنز مش حنز فهد ساب أمه ومش وهو غضبان جدا كامت دايق ومغلوط ومن جواه عاوز يطلع غضبه في اي حد مجاش في دماغه غير وارد علشان تأكد ان هي زمنها اللي كلمت مع أمه في الكلام اللي سمع وقرر انه لازم يطلع غضبه كله عليها هو بيكره جنس حوه وهي منه فتتحمل بقى أما أمه فضلت قاعدة بكانها وهي بتبص بشروط وقالت ربنا يهديك يا فهد ربنا يهديك ويشيل الغشاوة دي من على عينه وتنسى الماضي وتبدأ من جديد يبني أما عنده مصطفى كان قاعد مع أمه اللي كان بقين عليها الغضب بعد يوم متعب متعب جامل من كتر ما دور في القاهرة علشان يلاقيها وتكلم وقال مش لاقيها يا أم مش لاقيها ما عرفش دورت عليها في كل مكان مش لاقيها أنا مش عارف أعمل إيه دورت في كل حت وبرضو مش لاقيها سألت عليها في القتلات وسألت عليها في المستشفيات مش لاقيها مش عارف أعمل إيه أنا هقولك ممكن تلاقيها فيه علشان ده المكان اللي احنا لسه لحد دلوقتي مش دورنا فيه ولا حد هنا يا اهلا امتبعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي تفتكروا معايا يا تار ممكن مصطفى يلاقي ورد قالوا لا ممكن اي اللي هيحصل لو لقاها ممكن يمثل ويخضع فهد بما انه بيكره البنات ويخلي فهد يساعده ولا لا طب فهد ممكن يعمل ايه في ورد علشان هي اللي اتكلمت مع امه ممكن يضايقها بكلامه ولا لا هتسعب عليه بسانية رأيكم في التعليقات واتمنى اني اللي حلقة اكون عجباتكم واذا عجباتكم لا تنسوني باللايك ولا شروعكم في القناة وتفعيل زر الجهر